موسيقى السلام عليكم وعلينا وعلى أباد الله الصالحين هذه حلقة جديدة من برنامج رفقة الصالحين وخير من يصحبنا في رحلة البحث عن رفقة الصالحين هو فضيلة العالم الجهيل فضيلة الدكتور سالم عبد الجليل أهلا وسهلا بحضرتك نورنا دينا في البرنامج أهلا بك وسهلا بارك الله فيك نحن النهاردة هنتكلم عن ليلة ربنا سبحانه وتعالى قال عنها في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر عايزين حضرتك تحكي لنا قصة ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فأسأل الله العظيم المنان أن يمن علينا بأن يوفقنا ليلة القدر وفقنا لقيامها ويوفقنا سبحانه وتعالى للاجتهاد فيها ويعطينا أجرها اللهم أمين هذه يا سيدتي لها حكاية النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالوحي بأن الأمم السابقة كانت تعيش دهورا طويلة يعني لما ربنا يتكلم عن سيدنا نوح عليه السلام لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ده داعي إلى الله ده مش معناها أن نوح بس لا ده نوح وقومه ده كان القوم كده لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجل عبد الله تعالى خمسمائة عام لكن تخيالي هذا خمسمائة عام متصر بيعبد ربنا النبي تحرك في يعني قلبه وفي عقله شيء غير على الأمة وأماته خير الأمم لأنه هو خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام فأكرم بخير الأمم فعنده غير علينا طب يا رب الناس كنت تعيش تحبط ربنا خمسمائة سنة وأنا أعمار أمتي ما بين خمسين ستين إلى المئة يعني أقصانا هيعيش إيمائة سنة فهيحبط ربنا كام فيهم يعني تسعين حتى المية برضو الدادة التانية خمسمائة يعني عارفة الغيرة غيرت أيوة وبيحبنا فغيران علينا عارفة ما تغير على أولادك كده وغيران علينا عليه الصلاة والسلام وأكتر ما تغير على أولادنا فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة في كل عام ليلة واحدة هي تقريبا بنتكلم على طول عمر نوح على اسم تقريبا مرة واحدة في السنة في ليلة في ليلة ما هي خير مش حتى مش حالش حتى تساوي خير من ألف شهر لما نقسم ألف على 12 حضتك هيطلع بضعة وثمانين تلاتة وتمانين وشوية يعني تلاتة وتمانين سنة فعمر إنسان طويل العمر يعني الإنسان لو جاب ليلة واحدة الليلة القدر في سنة واحدة فإنه عبد ربنا أكتر أكتر كمان خير من طب اضرب إيه ده في عشرة بينا في تنمين وثلاثين ولسه ده عشر سنين عشر سنين بس اضرب إيه في عشرين تلاتين يا رب بدينا العمر والصحة ويبارك لنا ويدينا ويوفقنا الله على كرم ربنا فماذا لو عاش الإنسان مثلا سبعين سنة بعبد ربنا فيهم خمسة وخمسين سنة يعني خمسة وخمسين ليلة قدر يعني خمسة وخمسين في تمانين سنة أرقام بنتكلم على إيه أربع أربع تلاف كده نعمة من ربنا طبعا فكيف نضيع هذه النعمة ما ينفعش الضيع أو نعيشها ليلة عاديا ما ينفعش طيب السؤال هنا بقى يا فندم الله تعالى أخفى هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان السؤال المعطيب تمام أنا بقى إيش ضمنني أنها تبقى واحدة يعني أن أنا قمت الليلة دي لو ركزت على ليلة معينة يبقى أنا محتاجة أركز فيه العشر بالكامل وكل ليلة زي اللي قبلها وزي اللي بعدها الليلة الفردية فقط وعلى الخصوص الفردية حد يقول لي الله ما في بعض البلدان بتصوم قبل ولا بتصوم بعد مش وارد أوف الفردي عندنا زوجي طيب عند بعض الأحاديث أصلا يفهم منها إنها الليلة الزوجية بيفهم منها كده بعض الأحاديث فيبقى أنا مضيعش حضرتك ولا ليلة في هذه العشرة هضمنها ما لما تيجي تقولي حضرتك إنه الليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تبقى أنا قمت العشر الأواخر من رمضان أنا قدرك الليلة القدر خلاص أنا كده حصلت أنا مش محتاج إن أنا بقى بزكاء أركز على معينة وهب الصبح بص على قرص الشمس لا مش عارف أبص على إيه عشان أطم إنه قمت الليلة يا سيدي أكمل ليالي العشر تبقى أقبت الليل شيء طبيعي أو ينتشر على وسائل التواصل يمكن الفترة اللي إحنا فيها في الوقت ده من العصر الحديث يعني وينتشر إن ليلة القدر كانت يوم واحد وعشرين خلاص فالإنسان يسحى من النوم يحس يحصارا لم أدركها أوقات المرأة لا ويعصى له فطور عن الأيام الباقية صحيح ويحس إن خلاص دي فاتتنا طب ليه ما إحنا ممكن بالعكس ده ممكن يبقى سبحانه وتعالى يعني هل العلامات ديت يعني هو هنا سؤالي هل العلامات ديت تبقى حقيقة فعلا ولا هو ربنا يقصد ما يحددهاش للغرض ده إن نحنا أو للحكمة دي إن نحنا نتحرها في العشر الأواخر فما ينفعش تبقى ضاعت على حد مقصود الرب سبحانه وتعالى من إخفاء هذه الليلة هو أن نكثر في الطاعة والعبادة على مدى هذه الأيام العشر وأخفيت لهذه العلة والعاقل هو من يشتهد في هذه الليالي فسيدركها قطعا بإذن الله أنا أعتم على بعض المشايخ لطلع يقسم بالله والله كانت ليلة كذا والله هي الليلة الأولانية لا داعي لي هذا فكل الأحاديث تشير أو هناك أحاديث كثيرة تشير إلى كل ليلة من الليلة العشر سواء كانت زوجية أو فردية طبعا الأحاديث في الفردية أقوى الأحاديث في بعض الليالي أقوى من بعض لكن في النهاية هناك إشارات إلى كل الليالي العشرة سواء زوجية كانت أو فردية الأمرات ممكن تحصل في كل الليالي بلا استثناء كل الليالي بلا استثناء أحيانا العلامة مثلا بتاعت الشمس ممكن في غير رمضان أصلا تظهر الشمس ككرس القمر كده مضيئة بدون شعاع والله العظيم يا مولانا إحنا فيه سنة من السنين ويمكن المشاهدين من بعض منهم يأكد على الكلام ده دلوقتي وهم بيتفرجوا فيه وقت جاء علينا العشر أيام كان قرس الشمس دي لأ أشعة وكان نفس العلامات زرع فإحنا متوقع كده بقينا مش حاسين كل يوم نصحا نحس إن ليلة الأدر فاتحة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف الليالي العشر يعتكف ليه أستاذة أولا الاعتكاف بيقطعوا عن الحياة ومشاغلها إحنا للأسف لما حتى بنعتكف ما بنرقطعش عن الحياة الموبايل في إيدينا بندير شغلنا بنرد على نسيلنا بنش عارب بنعمل مكالماتنا هو انقطاع الاعتكاف وانقطاع الاعتكاف حاجة من اتنين يعني عايز اعتكف يا مش عاوز ما فيش واسط والاعتكاف مش فرض انت حتىك عايز تعتكف يبقى خد يا فندم أجازة من حياتك زوجة وأولاد وكله انخلع لله سبحانه وتعال انعزل هو ده الخلوة وكأنك في الحج خليك في خلوة مع ربنا بقى خلاص ده الاعتكاف هو هدفه كده الاعتكاف خلوة مع الله يعمل الخلوة على حقيقتها امكث في المسجد للعبادة في حسن وينسى كل حاجة برا انا مش بتكلم في حلال وحرام ينفع أعمل كذا وينفع أقد حاجات وينفع أخرج من جمع أقد لحد حاجة وارجع ينفع انما مش ده الاعتكاف المقصود يا اخواننا الاعتكاف مكثن في المسجد يا اما يعتكف في المسجد ويفضل يعتكف يعني كما يجب أن يكون زياني فاضلتك تكرمت وقل يا اما أنه هو مش قادر يبعد عن كل انشغلات دي لظروف عنده يعني ولكن هيبدأ أنه هو برضو يتقرب إلى الله لأن الاعتكاف ده كمان ما ينفعش للمرأة لا الاعتكاف ينفع للمرأة كل حاجة حضرتك لأنه أيام النبس الظلم كانت تعتكف نساء النبي وفي ليلا من الليالي أو في عام الأعوام لما اعتكف ويشوفي عشان بس يعني الناس تفهم كمان فكرة الاعتكاف وما كانتش يمعد في الجامع وخلاص كانت بيعمل لنفسه خيمة على أده في الجامع شفت الخلوة إزاي؟ آه أنا كنت لسه يسأل حاجة فمعنا برضو الاعتكاف كانت بيعمل لنفسه خيمة يععد في قلبها على أده فجاءت زوجات النبي كل واحدة حطت خيمة كانت بيعمل على تسع خيمة مع خيمة النبي مع بعض الصحابة الدنيا المسجد ما بقاش مساع المصليين فأمر النبي برفع كل هذه الخيام ومنع النساء في هذه المرة مش منع للمنع المطلق إنما عشان بس الزحمة اللي حصلت في المسجد أو الضيق اللي حصل في المسجد ليس إلا يعني المرأة ينفع هجوز؟ ده في حاجة كمان النهاردة مثلا قد لا تكون بعض المساجد متاحة في الحي اللي احنا فيه مثلا الاعتكاف مثلا نساء بأول آخر زحمة أو غيره المرأة نفسها قد تكون غير مهيئة الاعتكاف في المسجد هل معنى ذلك إنها تحرم نفسها من التعبد الخلوي الاعتكافي؟ لا ما تحرمش نفسها ولا حاجة تاخد جنب في بيتها حط فيه سجلتها ومصحفها وإذا كان سبحتها وتتوكل على الله تقعد تختلف في هذا المكان بالساعة بالساعتين بالتلاتة بالعشرة أيام كان ويبقى ده معتكافها مكان صلاتها وأنا أنصح كل حد أن يجعل في بيته مكان مهيئ لهذا مهما كان ضيق دي يعني بجد يعني بشرة كبيرة من حضرتك وإحنا يمكن الفترة الأخيرة في الوقت الأخير كل سيدة بتحبه هي بتحضر كده دي قرات رمضان يعني وتزيين بتعمل كورنر كده أو ركن للصلاة فده كمان تعتكف فيه ده يبقى حاجة كويسة هتقعد فيه وهتصلي وإلا امتنى الثواب الاعتكافي في المسجد إلا أنها نالت إن شاء الله ثواب الخلوة مع ربها سبحانه وتعالي يا رب نعم طيب إيه المطلوب مننا نعمله في ليلة القدر يعني نعمل إيه بالنهار ونعمل إيه بالليل لو مش هنعتكف لو في يعني يمكن ظروف الحياة بقى أو الأولاد والمشاغل والبيت والطلبات والحاجات دي طيب مش كامرأة مش كامرأة بس لكن كمان مطلوب منه أنه هيروح الشغلة هيرجع من الشغلة طب يقضي بقيت يومه إزاي في وقت الصيام ووقت الفطار بعد الفطار يعني وقف ليلة القدر يعني أنا نصيحتي أنه الإنسان بشكل عام مش بس في العشرة الأواخر أنه يكون حريص على أنه يصلي صلاة المغرب حاضرة ثم يحرص على نافلة المغرب ثم بعد ذلك بعد تناوله لإفطوره يعجل بالذهاب للمسجد لصلاة الأشاء ويكون في المسجد في هذه الليالي معظم الوقت حتى لو لم يستطع أن يقيم الليلة كله بس على الأقل يمكث في المسجد معظم الوقت نوع من الاعتكاف نية الاعتكاف قد تتحقق بمجرد الصلاة يعني أنا داخل أنا داخل أن أنا معتكف ما تيصر لي ما تيصر لي رجل أو كان أو امرأة فيبقى النية دي حاضرة صليت العشاء مع الناس ثم أصلي معهم الترويح ثم أعود إلى بيتي فإذا كنت أرتاح قليلا ثم أنهب بعد ذلك لي قراءة القرآن أو الصلاة مرة أخرى وأستمر في هذا حتى الفجر وأصلي الفجر في جماعة اكتسبت شيء مهمين جدا من صلى العشاء في جماعة فكأنه مقام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنه مقام الليلة كله ما بين العشاء والفجر صليت مع الناس الترويح صليت معهم التهجد أو صليت التهجد في بيتي رجل كوانا أو امرأة دعوت ربي سبحانه وتعالى كثيرا استغفرته أكثر تلوت القرآن أو ما تيسر من القرآن سبحت وذكرت وهذا أمر مهم جدا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ألهج بالدعاء وخير الدعاء في ليلة القدر ودعاء الذي علمه النبي ستين عائشة لما قالت له أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ قال أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني كلمات يسيرة الأهم من دباء حضرتك إن إذا كان الله يحب العفو فالله يحب أن يعفو بعضنا عن بعض فأبل الليلة ما تبتدي أعاهد نفسي وأعاهد ربي أن رب عفو وتعمل ظلمني وبالذات هؤلاء الذين يعني لم يتعمدوا الخطأ في حقنا لكن وقع منهم الخطأ رغما عنهم فأستغفر لهم وأدعو لهم وأعلن بيني من ربي أن أسمحهم وأني أعفو عنهم لعل الله تعالى أن يعفوا عني أفعل هذا من أول ليلة عشرين إلى آخر الليلة حتى ليلة الثلاثين أو في ثلاثين أفعل هذا في كل ليلة لأن أنا زي ما قلت من إجدام أي ليلة هي أزوجية أم فردية أفردية على توقيتاتنا ولا توقيتات غيرنا ممن لم يصوموا معنا مثلا نسابة أو لآخر الرؤية عندهم اختلافة نسابة أو لآخر أقول أن الإنسان يشتهد في كل هذه الليالي وبنفس القدل والمقدار لا أفرق بين ليلة وأخرى لا أفرق بين ليلة مترية أو زوجية لا أفرق بالليلة السابة وعشرين وغيرها من الليالي بل كل الليالة يبقى محل اجتهادي ومحل ما كان النبي كان يفعل هذا يا سيدتي كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة يعني الليلة كلها عايش أحيا أيقظ أهله بصحيهم أيوة أيوة قوموا وإيه كمان وكان يجد في العمل ويشد المئذر شد المئذر يعني إيه يربط وسطه كناية عن طول هتعب أنا هشتغل كناية عن طول القيام اسمه قيام الليل قيام الليل لأن الإنسان بيطيل فيه في القراءة وهو واقف فيطلق عليه القيام وحبادة لو قطلت في الركوع بما تناسب مع طول القيام وقطلت في السجود بما تناسب مع طول القيام فالنفسي هتبقى يعني ذاكية أو يعني هتسمه هتطهر كما أراد الله سبحانه وتعالى والأمر ده مش متوقف بس على كبار السن ممكن هم أكتر ناس بيبقوا حابين يتقربوا إلى الله ويعني ويلتزموا بالصلاة والقرآن والقيام ولكن كمان عايزين دعوة من حضرتك للشباب إن هم يقربوا ويلتزموا بالصلاة والقيام وإن شاء الله ربنا يجعلهم من الفائزين بليلة القدر وبسببها الكبير وبأطفالنا كمان وإحنا بندربهم يمكن كمان أئمة المساجد محتاجين نقول لهم يعني إن هم يخلوا بالهم من الأطفال ويحببوهم في الصلاة ويحببوهم في الارتباط بالمسجد وخصوصا في الليالي الجميلة في الليالي رمضان أحسنتي أحسنتي يعني أنا دعوتي للشباب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله قال شاب نشأ في عبادة ربه نشأ في العبادة مش مجرد كده يعني إنه عابد وخلاص لا دا العبادة صارت عادة له وسجية له فأنا أنشدهم الله إنه محدد زمن عمره هل الشباب دا لسه ربنا هيربكوا له لو عمره حد ما يبقى شيخ كبير يعني ويكبر في السن ولا هيموت قبل كده فإحنا ننتهي سفرصة حياتنا يغتنم شوف نفس الحديث يغتنم شبابك قبل هرمك يعني إلحق وانت شاب بنت قادر أن هده توقف على رجليك قادر تروح الجامع قادر تقرأ الكرآن عندك طاقة أنك تقضى حاجات الناس عندك طاقة أنك تشتغل وما فاض منك من ما تتصدق به عندك طاقة أنك تخرج توزع شوية ملابس ولا شوية أطعمة مع أي جمعية خيرية أو مؤسسة خيرية وما شكل ذلك يعني تشاهد بالعكس دا الشباب هم الطاقة الشريعة الدين قام على الشباب تعرف أن النبي نفسه كان بعد في الأربعين أبو بكر كان أظهر منه بثلاث سنين بثلاث سبعة وثلاثين عمر كان أظهر من سيدنا أبو بكر بعشر سنين يعني كان سبعة وعشرين إذا علي كان عنده نصر سنة لما أسلم رضا عنه وأرضاه إذن أسامة قادة الجيش فيها أبو بكر وعمر وعنده سلطاشر سنة فكلهم كانوا شبابا أبو جيش فيه مين أبو بكر وعمر ولما لحق النبي الكمبن رفيق الأعلى سيدنا أبو بكر قال له بقى استأذنك مش هطلع بقى معاك أنا خليفة وقال له كمان استأذنك في العمر خليه معايا ما يحتاج له يعني شيخ كبير أولا مسؤولية كبيرة أيوة وده شاب يعني فالشباب هم العماد والأساس وطبعا إحنا بنأكد على كلام حضرتك في بداية الحلقة لما حضرتك قلت إن سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو عايز المسلمين يغتنموا الفرصة أكبر يعني يعيشوا عمر أطول علشان يعبد ربنا أكتر وياخدوا سواب أكتر فما بالك أنت لسه شباب فلسه قدامك العمر أطول فاستغل الوقت بتاع الشباب دوت عشان تاخد سواب أكبر يعني ما تأجلش دوت لما تكبر ما شاء الله ما شاء الله فربنا يا رب يجعلنا جميعا من الصالحين ويتقرب إلى الله على الوجه الذي يورديه عنا عايزين نسأل بقى حضرتك ليلة القدر يعني عايزين نعرف من حضرتك المعنى ومقصود من هذه الكلمة قول ربي سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ليه أطلق على هذا الاسم العلمة ليهم تفسيرات كتيرا جدا أهمها ثلاثة الأولان هتستغراب جدا منه إنه القدر بمعنى تضيق فمن قدر عليه رزقه هي نضيق عليه تقولي الله ليلة تضيق إزاي؟ ليلة تضيق الرحمة الضيق الذي فيه رحمة بسبب تنزل الملائكة إلى الأرض فتضيق الأرض من كثرة الملائكة عارفة ما تبقي حضرتك كده عزمة ناس على الفطار فيتجيب الأسرة كلها كده كل الأحابين فالبيت حس أنه ماشاء الله زحمة بس مبسوطة والناس مبسوطة والبيت كده فيه بركة ومنور كده والناس فرحانة الأرض في هذه الليلة زحمة من كثرة الملائكة اللي نزل فيها بس الزحمة دي سبب إيه؟ النورانية والخير والملائكة نزل بالرحمة والخير هذا المعنى الأول المعنى الثاني أن الله تعالى قال فيها يفرق كل أمر حكيم وهي ليلة القدر يقينا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وهي ليلة القدر نقصد بها ليلة القدر أيوة لأن الملائكة تنسخ من اللوح المحفوظ ما سيكون في العام القادم كاملا فنعطي الله تعالى أن يجعل أقدرنا كلها خير اللهم أمين معنى الثالث ذا وده معنى ألطف أن الله تعالى شرف هذه الليلة فأنزل فيها كتابا ذا قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر يبقى أنزل فيها كتاب ذا قدر وهو القرآن على نبي ذي قدر وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام على أمة ذات قدر وهي أشرف الأمم لانتسابها إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم السؤال بقى هنا المنطق الطبيعي هل نزل القرآن لعيلة القدر؟ قالوا قل ربنا الكتب إن أنزلناه في في ليلة القدر صحيح والقرآن منزلش في ليلة واحدة آه ده نزل على مدى 23 سنة 13 في مكة و10 في المدينة طب إيه المعنى ده بقى؟ العلمة لهم أكتر من تفسير أهم التفسيرات إن أنزلناه في ليلة القدر قالوا الله هو أنزل القرآن ما كانش مرة واحدة ده نزل القرآن كان في اللوح المحفوظ على مراحل ومواقف في اللوح المحفوظ جملة واحدة من علم الله أنه اللوح المحفوظ قبل خلق السماء والقضل خمسين آل في السنة آه وبعدين نزل إلى السماء الدنيا مش ربنا قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ده الكتاب اللي في السماء لا يمسه إلا الملائك الأطهار أهو نزل بقى في السماء ده جملة واحدة في ليلة القدر طيب وبعدين يعني القرآن بتاعنا منزلش في ليلة القدر هلأ نازل بس نزلت بدايته إنا أنزلناه في ليلة القدر أي إن ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر يعني أول آية في القرآن أول خمس آيات نحن طول عمرنا لما نسأل ولدنا إيه أول ما نزل من القرآن يقوله سورة إقرأ إقرأ التعبير ده غلط الجملة دي غلط هو أول ما نزل من القرآن أول خمس آيات من سورة إقرأ مش السورة كلها لا السورة كلها لأ النص الثاني منها نزل بعد ما اتأذى النبي رضي السلام من قريش ومن أبو جالب تحديد فقوله إنه أنزلناه ابتداءنا إنزاله لأن جبريل لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فأول مرة كان في رمضان في ليلة الأدر في رمضان في ليلة الأدر قبل أن يعرف حتى الصيام كانت لست النبي لبقى نبي فنزل عليه في رمضان في ليلة القدر ونزل عليه بخمسة آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بس دول الخمس آيات أول خمس آيات نزلنا من القرآن الكريم يبقى قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر بالخمس أيات دول ليلة وما أدرارك القدر تعظيم لشأنه أنت تعرف منين ليلة القدر ده أنت النبي مش أنت عارف إحنا نعرفهم بقى ليلة القدر خير من ألف شهر خير يعني أحسن من ألف شهر تلع حد يقول لك والله اللي بيصلي مش عارف أربع ركعت بالليل فأي ليلة كأنه صلى الله من فلات القدر يقول له غلطان الكرآن قال غير كده الكرآن قال العمل فيها خير من إيه من العمل في ألف شهر يبقى لو في الليلة دي صليت كأنه صليت في ألف شهر لو تصدقت وكأنه عملوا بيكرروا في ألف شهر تخيل حضرتك بقى أي غافل يضيع في هذه الليلة لحظة لأنا أنا شخصيا يعني أود وأتمنى ربنا يكمني في الليالي دي كلها إن أبقى بصلي في كل وقت عجزت عن الصلاة بسبح بفتح مصحف و أقرأ قرآن ما نشأد إلا دا ولا دا قاعد بذكر ربي و أصلي على سيدنا النبي وهكذا فيبقى الإنسان في النهاية في كل لحظة متعبد ليكون كأنه بيعمل ده في ألف شهر وخيره كمان من ألف شهر تنزلوا الملائكة والروح من الروح جبريل لي أطلق عليه الروح هو ربنا قال كده نزل به الروح الأمين لأنه نزل علينا بالقرآن من قبل الله سبحانه وتعالى والقرآن روح لأنه يحيي الأرواح فلما كان جبريل هو الذي ينزل بالوحي الذي يحيي الأرواح أطلق عليه الروح تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر يبقى أنت بقى الشطر لا فيها جن هيئزيك ولا فيها شيطان هيغويك ما فيش فيها غير نفسك انتصر على نفسك وانت كنت تشغل عليها عشرين يوم قبل الكلام ده من أبو من بداية الشهر فالمفروض تكون وصلت المرحلة من التسكية مرحلة رائعة وكبيرة تساعدك أنك في هذه الليالي تبقى إنسان مختلف تماما تطلع منها بالأجر اللي أنت نفسك فيه خير من ألف شهر تبقى ضميت في رمضان ده أكتر من 83 سنة إلى عمرك في العمل والطاعة والجهاد مش حتى في الغفلة والتقصير ده في العمل والطاعة والجهاد والتحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى يا رب يجعن ربنا الصالحين ويوفقنا اللي احنا يعني ويدلغنا ليلة القدر اللهم أمين يا رب العالمين طب هنا بقى فيه سؤال مهم مولانا المرأة يعني لو كانت للأسف عندها العذر الشهر أو لا يعني بس هو حكم ربنا سبحانه وتعالى ويحنا لازم نعطادي به لو أصبحت حائط في هذه الليلة بتحزن للأسف وتقول كده ربنا ممكن خلنا نعكسها بقى ووجيرك أنا السؤال من خلال اللي أنا قلت له هل هناك أعمال يمكن أن تكون بها المرأة في هذه الليلة وإنما ينفعش وإن كانت عائضا كتير غير الصلاة شكرا هذا الإجاب هذا انت جاوبتي يهو كنها لا تصلي في هذه الليلة إلا إن أمامها أنها تقرأ القرآن من المبايل نخرج من الخلاف وتجيب المبايل وتقرأ علي القرآن ولو أن في بعض برده لأن نخرج من الخلاف يعني المصحف نفسه المس طبعا لا يمسوا المطهرون إلى الملائكة ده الراجع عندي أن ينفع تقرأ حتى من المصحف لكن نخرج برده من الخلاف ويقرأ من المبايل كلنا عن ده مبايلاتنا فتفتح التطبيق وتقرأ من المبايل نفش أي مشكلة على الإطلاق نمرى واحد نمرى اثنين حتى لو ما خلتش بالرأي ده عندنا الأذكار هل تعلمي أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تعطيني نفسي أجل قراءة الكرآن النبي قال لنا كده الأربع لسنا من الكرآن هنك الكرآن أي في الأجر والثواب يعني الحرف بعشر حسنات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعهد أذكر ربي أستغفر أدعي أصلى على النبي كل هذا يقينا لا يفرق معه كوني طاهر ولا مش طاهر يعني إذن المرأة حتى وهي حائب هي قدامها الفرصة بالفوز بليلة القدر من الحمد ربنا طبعا عز وجل إحنا بنسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يتقبل منا دعوتنا في هذه الليلة وفي كل ليالي شهر رمضان المبارك ونسأل الله أن نكون دايما من الصالحين المقبولين يا رب العالمين هنختم بدعاء طبعا مع فضيلة الشيخ سالم عبدالجبيل ونلتقي إن شاء الله نلقاكم على خير في حلقة جديدة من برنامج رفقة الصالحين منكم في أمام الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا المنه والإحسان أن تمن علينا بعدك رقابنا رقاب أبائنا وأمهاتنا وإخواننا في الله تعالى من الميران اللهم أعطك رقابنا من النار اللهم أعطك رقابنا من النار اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وكيامهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم اللهم بلغنا ليلة الكدر اللهم بلغنا ليلة الكدر وأعن على قيامها واقبل منا أعمالنا وهيئ لنا من أمرنا رشا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنه اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنه اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنه اللهم ارزقنا يا ذا الجلال والإكرام القبول والصلاح والسداد والتوفيق عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سنة محمد وآله وسلم تسليما كثيرا شكرا